النهاردة الحقيقة أقيم حفل تأبين الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بحضور مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب ودكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأسرة الفقيد ورؤساء الأندية والاتحادات الرياضية ولفيف من مسؤولي الرياضة المصرية وقام مجلس إدارة النادي الأهلي بإزاحة السطار عن تمثال الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي الذي تم تصميمه خلال الفترة الأخيرة وتم إطلاق اسمه على المبنى الإداري بمقر النادي بالجزيرة زي ما حضراتكم شايفين هذه اللقطات كانت النهاردة متواجدة هذه اللقطات من النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي واللي مجانب الكابتن دلوقتي طبعا دي مريم العامري فاروق بنت الوزير العامري فاروق الله يرحمه وأيضا مادم مي زوجة الوزير العامري فاروق ودكتور خالد العامري وأستاذ إبراهيم العامري فاروق وأستاذ الدكتور هشام العامري فاروق زي ما حضراتكم شايفين الجميع متواجد والجميع كان حريص على التواجد وسط بحقيقة مش عايزة اقول حزن ولكن تذكر وحاجة جميلة جدا طبعا والد الوزير العمري فاروق كان متواجد بجانب زي ما حضراتكم شايفين بجانب التمثال اللي اضيح السطار عنه النهاردة زي ما حضراتكم شايفين يعني حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة جدا 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 الحقيقة اذا كان هناك من يستحق الشكر فانا بشكر الحقيقة مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب والد الوزير العمري ووالدته الكل متواجد وبينهم دكتور هشام العمري ومدام مي وكابتن مريم وكابتن مريم العمري فاروق بنت الوزير العمري فاروق الجميع متواجد زي ما حضراتكم شايفين حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة جدا لمسة وفاء واخلاص لرجل خدم النادي الاهلي بمنتهى الوفاء وبمنتهى الاخلاص حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة الحقيقة الواحد النهاردة كل الناس النهاردة لم تستطع ان تتمالك نفسها كلمات كثيرة جدا النهاردة ثناء واخلاص وحب ووفاء لرجل بالفعل هذا الرجل يستحق كل التحية وكل التقدير اللي يرحمه كان دائما مثال للوفاء والاخلاص في حب النادي الاهلي الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي الله يرحمه وسيظل اسمه دائما خالدا في كل قلوب الاهلوية ومحبي النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين دي كانت بداية الحفلة وكان الجميع الحقيقة متواجد الجل الكل كان متواجد النهاردة زي ما حضراتكم شايفين حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة جدا جدا الحاج جمال الجرحي والوزير السابق الدكتور خالد عبد العزيز وايضا كابتن حسين لابيب رئيس نادي الزمالك الحقيقة اللي كان متواجد النهاردة وكان يعني زي ما حضراتكم شايفين حاجة جميلة جدا وطبعا المستشار محمود فاهمي موجودة هو والكابتن حسين لابيب رئيس نادي الزمالك بصراحة حاجة حلوة جدا كابتن محمود الخطيب طبعا واستقباله للكابتن حسين لابيب وزي ما حضراتكم شايفين ده والد الوزير العامر الله يرحمه وهو متواجد ووالدته قاعدة هي جنبه زي ما حضراتكم شايفين كده حاجة جميلة جدا جدا والكل متواجد رئيس نادي الزمالك وكابتن محمود الخطيب وأمين صندوق النادي الأهلي الأستاذ خالد مرتاجي أيضا بعض من نجوم كرة القدم اللي كانوا حارسين على التواجب مصطفى شوبير وأنا شفت كهرباء النهاردة ومحمد عبد المنعم وزنفولي الكل كان متواجد ومحمد هاني هو زي ما حضراتكم شايفين والوزير الحقيقة دكتور أشرف صبحي وزير الشباب بورياضة الحقيقة يعني هذا الرجل دائما ما يكون متواجد فيه كل المناسبات سواء كانت مناسبات سعيدة للنادي الأهلي أو زي ما حضراتكم شايفين مناسبة نتذكر فيها الراحل العظيم الحقيقة العامري فاروق اللي حيبقى دايما موجود فيه قلوب كل الأهلوية الوزير دكتور أشرف صبحي واستقبال الجميع لهذا الرجل المحترم الحقيقة دكتور أشرف صبحي الحقيقة النهاردة يعني الواحد كان حزين جدا جدا طبعا وسنظل دايما يعني حزانة على عدم تواجد العامري فاروق في وسطنا ولكن ما حدث اليوم الحقيقة وهذه المظاهرة الحب في تواجد العامري وبعد وفاة العامري أعتقد أن هي حاجة يعني حاجة ولو بسيطة يعني تريح أسرة العامري فاروق اللي كانت زي ما حضراتكم شفته متواجدة النهاردة في حفل التأبين مجلس إدارة النادي الأهلي معظم الناس كانت موجودة النهاردة الكابتن محمود والكل الحقيقة كان متواجد في حفل التأبين حاجة جميلة يعني الواحد هو قاعد النهاردة بيتفرج مبسوط وسعيد بهذا التجمع الكبير اللي موجود في حب الوزير العامري فاروق من أكتر الحاجات اللي لفتت نظري على الرغم من الحملات اللي كانت بتحدث خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا أو الفترة اللي فاتت لقطع الصلة ما بين الناديين الكابرين الأهلي والزمالك ولكن كابتن الخطيب وحرصه على دعوة رئيس نادي الزمالك كابتن حسين لبيب وكان متواجد كابتن حسين لبيب يعني عشان ما حدش يتكلم في هذه القصة إذا كان هناك تنافس فالتنافس في الملعب ولكن تظل دائما العلاقات الطيبة والكلمات الطيبة موجودة ما بين الناديين الكابرين أو ما بجالس إدارة الناديين الكابرين الحقيقة حاجة جميلة جدا جدا وحاجة محترمة جدا وكلنا كنا سعداء بكل مجموعة المجموعة اللي موجودة كلها أن أنت تجد وزراء حاليين ووزراء سابقين موجودين أعتقد حاجة جميلة جدا 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 أستاذ جمال علام كان متواجد دكتور وليد العطار كان متواجد مستشار محمد المشطة الكل الحقيقة كان حريص على التواجد مستشار محمود فهمي طبعا رمز كبير جدا جدا من رموز النادي الأهلي دكتور سعد شلبي دكتور مهند مجدي يعني كابت خطيب زي ما حضراتكم شايفين الكل تأثر الحقيقة يعني الدموع كانت في أعين الجميع مش عايز بس أقول لحضراتكم عشان ما يعني لكن الدموع كانت في أعين الجميع زي ما حضراتكم شايفين يعني بصراحة بس يوم يوم خلينا دائما نتذكر أن هذا الرجل كان وفي وكان مخلص للنادي الأهلي زي ما كان طبعا مدام مي زوجة الوزير العامري فاروق ومريم بنته والدموع في أعين الجميع زي ما قلت لحضراتكم دكتور محمد شوقي الحج جمال الجرحي يعني دلكل كان حزين وسنظل حزانة على فقدان هذا الاسم الكبير كابتن حسام غالي الأستاذ محمد الجرحي دكتورة رانيا علواني يعني يوم الحقيقة زي ما حتسمعه دلوقتي في كلمة الكابتن محمود الخطيب كان يوم صعب جدا جدا علينا كلنا ترجمة نانسي قنقر